كيف نسمو مع الناس كيف نتعامل مع الناس صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف كان يبتسم أنت كذلك تؤدي عملك أثناء ما أنت صائم وأنت مبتسم وأنت قابل على الله يا أخي أنت في معية الله بتتشبه بالملائكة أنت في صيام عارف صيام صيام مدرسة مدرسة عليك بالمواد الصيام مادة رئيسية تسمو فيها بأخلاقك تسمو فيها بمعاملتك مع الناس تسمو بها مع معاملتك مع زوجتك مع أولادك مع أمك مع أبوك مع جيرانك مع خلق الله مهما كانوا مسلم وغير مسلم لأن ربنا خلقهم جميعا مسلمين وغير مسلمين والله تعالى في حقوقيات الربوبية يتعامل مع الكل لا يتعامل مع المؤمن ولا يتعامل مع الكافر باختلاف أنت كذلك في الصيام لا تتعامل مع أي حد باختلاف تعامل بالمعاملات المحمدية بالسمو النبوي حاول قدر ما تقدر ما في حاجة صعبة إلجأ إلى الله لا ملجى ولا منجى منك يا الله إلا إليك وفقني لصيام ترضاه يا رب العالمين خلدي في نيتك خلد دعاءك داخل مع الله خلدي ديتك صافية مع الله أيها الزوجة في بيتك أعطي حقوق البيت وانت صائمة ما تتزهج على أولاد ما تتنرفس عليهم أيها الأبناء عليكم بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم كان طفلا يتيما رغم أنه فقد كل شيء إلا أنه كان أستاذ أستاذ البشرية وطبيب البشرية أستاذ في جميع المعاملات صيامكم كما قال أحد الأسادسة في المدرسة الربانية لرمضان وهو سيدنا جابر عليه السلام لا يكون يوم فطرك كيوم صومك شايف كيف؟ يوم فطرك خلي تحاجة تانية يوم صيامك ده خليه مختلف تماما خلي راقي ارقف معاملاتك ارتقي بأخلاقك ارتقي بالسمو ارتقي بالمعاملات ارتقي بالمعاملات معاملاتك وانت صائم لازم تكون متشبهة بالملائكة انت زي ما قلنا زيهم لا تأكل ولا تشرب ولا تتناسل طيب الناقص شنو المعاملات تكون ملائكية الملائكة لا تحسن لا تغضب لا تتنرفز خليك طويل البال انت صائم انت ملائكي اذا فعل هذه المعاملات الملائكية فعلها في حياتك اليومية اجعل سموك هو يوم صيامك معاملاتك كلها اطقن عملك اطقن عملك اكثر بما انت فاطر لانك تتشبه بالملائكة تتشبه بالسنو الصفاء العلوم ارتقي دائما وانت صائم في معاملاتك هو عشان كده لازم نقطفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وسلم يا حبيب الله واشكركم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة